السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم قضايا بالجملة قضية أنستالينغو قضية جمعية نماء مستجدات تجديدة في القضايا هذه في هذه الفترة طبعاً آخر التطورات والمستجدات في قضية جمعية نماء الخيرية هي استنطاق رشد الغنوشي معناها استنطاق تاريخي بأتم معنى الكلمة لرئيس حزب حركة النهضة وقضية تحقيق بعد عشر ساعات من الاستنطاقات والمرافعات قرر ابقاؤه في حالة سراح الغنوشي بعد يعني يتليق سراحه من القطب القضاء لمكفحة الرئيب عبر على استقلالة القضاء عجبه قرار القضاء وكيف نرجع نشوفه قرار يعني تعليقاته على قرار مثلاً عزل 57 قاضي كان مخالف اليوم القضاء معناها ظهر للجميع والعيال اللي هو مستقل في قراراته اليوم رأى أنه يتم أطلق سراحه ممكن غدوة أو في قضية أخرى لأنه مجموعة من القضايا يعني مجبوط فيه ومرجد الغنوشي يتم يعني إيقافه إنما الموقف هذا جاء القضاء به والقضاء مستقل لأنه أطلق سراحه لو كان عكس ذلك لكان القضاء مش مستقل وإلى غير ذلك على كل اليوم نحكيه على زداء قضية جمعية نماء تونس قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكفحة الإرهاب قرر أنه يأجل استنتاق الأمين العام السابق لحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق حمادي جبالي في قضية جمعية نماء تونس لنهار 22 سبتمبر الجي وعضو هيئة الدفاع مختار جماعي يأكد وأنه كان من المقرر استنتاق جبالي البارح ولكن يقول حضر نيابة هو يعني حضر هو نيابة عن حمادي جبالي قدم قضية التحقيق بقطب مكفحة الإرهاب لتقديم شهادة طبية وطلب تأخير الاستنتاق وتعين موعد جديد لذلك وتعين نهار 22 سبتمبر دائرة الاتهام لدى محكمة الاستناف في تونس كانت قررت نهار 14 جوليا أنها تبقي على جميع المتهمين في القضية هذه وعددهم سبعة ومن بينهم حمادي جبالي تبقي عليهم في حالة سراح بعد ما تم إيقافه النهار 23 جوان اللي فات من قبل عناصر أمنية في سوسا ومن بعد تم أتليق سراحه في 27 جوان قالوا اللي عنده أسباب طبية وصحية وسيجري عملية جراحية دقيقة على القلب فسمحوا له بالمغادرة بالنسبة لقرار قضية التحقيق بالقطب القضاء لمكافحة الإرهاب اللي يخص راشد الغنوشي رئيس حركة النعضة والإبقاء عليه في حالة سراح بعد ما تم استنتاقه في نفس هذا الملف يقول الجماعي بأنه نيابة العمومية سجلت صفتها بالاستناف في قرار إبقاءه بحالة سراح يعني النيابة العمومية استأنفت قرار إطلاق سراح راشد الغنوشي ونذكرهوني أن النيابة العمومية كانت طالبة نهار جلسة الاستنتاق طالبة بإصدار بطاقة إداء بالسجن ولكن بعد انتهاء المرفعات والاستنتاقات قرر قاضي التحقيق أنه تم إطلاق سراحه فالنيابة العمومية استأنفت هذا القرار وبتابعة الحال نلقاه يعني النيابة العمومية تطالب بإيقاف الغنوشي أيضا تقرر إبقاء الغنوشي في حالة سراح تم أعلمه بقرار تحجير السفر عليه بتاريخ سابق وطلبوا منه الالتزام به رسميا أعلموه اللي راه فم قرار سابق بتحجير السفر يعني هو بالنسبة لي رسميا رسميا يعرف لأول مرة عرف اللي هو يعني محجر عمله لتحجير السفر عضو هيئة الدفاع يقول أنه تم استفاء الاستنتاق مع الرشد الغنوشي تلقي مرفعات المحامين امتاعه بعد عطاول كلمة لممثلة النيابة العمومية اللي طالبت بإصدار بطاقة إداء بالسجن في حقه عضو هيئة الدفاع يبين بأنه استفاء استنتاق الغنوشي والأتيين على جميع جوانب الملف يشير إلى استبعاد أي إمكانية لاستعادة استدعاءه من أجل الاستنتاق مرة أخرى هذا هيئة الدفاع شنا هو يقول رغم أنه ما يمنع قاضي التحقيق من هذية ولكن يقول فما إمكانية كبيرة يعني يقول أنه إمكانية إعادة استنتاق أو استدعاء راشد الغنوشي لإجراء مكفحات بينه وبين غيره من المتهمين في القضية هذه ينجم يكون يعني مكفحات نشوفها في الليمة الجديدة أما استنتاقات هو يستبعد أنه تم استنتاقه من جديد إنما نياب العمومية استأنفت ثاني حاجة ينجم عايتوله من أجل مكفحات في ما يعرف بقضية جمعية نماء تونس عضو هيئة الدفاع على الناطق الرسمي لوزارة الداخلية الأسبق محمد علي العربي يقول البارح بأنه هيئة الدفاع تقدمت بشكاية ضد وزيرة داخلية بخصوص التدخل ويتهموه بالتدخل في السلطة القضائية واستعمال نفوذه لتحقيق غاية ويأكد أنه بطاقة الإداعة الثانية اللي صدرت ضد العروي كانت أو جهت بعد تغييب هيئة الدفاع ويقول البارحة من الكونفيرانس دو بريس يقول أنه قضية العروي ملف سيئسي تم خلالها حشر محمد علي العروي في قضية أنستالينغو بطريقة مفتعلة وطالب وزيرة العدل بتجميع ملفي أنستالينغو وتوب لينغو اللي اعتبروا أنهم ملفات تخابر بامتياز وما عندهم حتى علقة بمنوبوا بالقضية يعني هم هم تخابر بامتياز ولكن العروي يقول ما عنده حتى علقة وتم حشره في علقة بالمدون اللي انخرط في تأجير صفحاته في أواخر سنة 2020 في حين أنه كان التعامل مع العروي سنة 2014 يعني ما عنده حتى علقة بهذا المدون في تلك الفترة يعني اللي عملوا فيها شركة أنستالينغو ويقول تم إيقافه بسبب مكلمة هاتفية مع خمسة أشخاص في أسفارة تركيا وفي بيكالة أسفار على حد تعبيره في متى بقى من وقت خلينا نحكيكم على قضية الصحف صالحاتية اليوم فما يعني قرار جديد القضاء العسكري يحدد موعد محاكمة صحف صالح أعطية المحامي والنشط السيسي سامير ديلو يقول بأنه القضاء العسكري حدد يوم 26 جوليا نهار 25 استفتي نهار 26 جوليا موعد لمحاكمة صحف صالح أعطية اللي هو مضرب على الطعام في السجن المدني بالمرناقية عنده خمسة هين في أضراب عن الطعام عليش يعني مضرب على الطعام أو عليش وقفوهما أصلا أعطى تصريحات قال إنه رئيس الجمهورية أعطى تعليماته ولا طلب من المؤسسة العسكرية هذكين في الجزيرة قالها طلب من المؤسسة العسكرية يمشيوا مقرة اتحاد شغل وبعض المقرات الأخرى ويعتقلوا بعض القيادات تمتعه ويحطوهم تحت الإقامة الجبري ومن بينهم نوردين طابوبي وقال مش أول مرة قايسعاد يطلب من الجيش ولكن أرفض الجيش أنه يدخل فيها المتاهة هذه على حد تعبيره بطبيعة الحال وهو يتحاكم بسبب هذه التصريحات دونك نلقى وزيدة يعني هل قضايا هذه يقولها بالجملة تثير الجدل وتمس من الأمن العام لأنها تحكي على الأمن العام في تونس